بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله السلام عليكم هل يجوز إنه نصلي على المية اللي ما بصليش؟ آه طبعا إذا كان ما هو تارك الصلاة جحودا الذي يجحد الصلاة فقط يكفر أما مش صحيح إنه اللي بترك الصلاة كسلا بكفر اللي بترك الصلاة كسلا بارتكب كبيرة من الكبائر ولكن لا يكفر وإن كان في المذهب الحنبلي بكفره بس الأرجح عند العلماء أن الذي يترك الصلاة كسلا مع اعترافه بأنه مقصر هذا لا يكفر ولا يخرج من الدين وبالتالي يصلى عليه آه طبعا بعدين بسأل هل تجوز الصلاة على المية اللي بيعمل في حكومة علمانية وهو شو بيشتغل في الحكومة العلمانية بيشتغل مجرد موظف ما هي معظم المعلمين كانوا يشتغلون عند اسرائيل أما إذا القصد بيشتغل في أجهزة من أجهزة البطش فبيكون أداء من أدوات الظالم هذه إما أن تكون أحيانا معصية وأحيانا في بعض الحالات تكون كفر حسب الحالة حسب الحالة بس الآن تفصيلاتها طيب بالنسبة للجزائر موضوع من المواضيع اللي ممكن نتحدث فيها أولا قبل ما تصير الانتخابات في الجزائر تم الحد من صلاحيات البرلمان مش الآن في انتخابات مشان البرلمان في الجزائر قبل ما يعمل الانتخابات في الدستور اللي عملوه جدي حدوا من صلاحيات هذا البرلمان وبالتالي أصبح يعني الجماعة مطوقين المسألة من جهات مختلفة على مستوى رئيس الدولة عندهم صار فيه انتخابات وإلو صلاحيات أوسعة البرلمان جعلوا صلاحياته أقل مع ذلك مع ذلك الحزب اللي بيمثل الدولة واللي معلوج ظاهر على السطح قال ثلاثة شهر قال بيجيب مية وخمس وخمسين مقعد من أصل ثلاثمائة وتمانين وكما تسمعوا الآن في الأخبار انه كان التزوير على نطاق واسع وهذا ايش مفروغ منه مع انه البرلمان حدد من صلاحياته في الجزائر إلا انه كمان التزوير على نطاق واسع هذه اللعبة لعبة البرلمان في الجزائر أو في غير الجزائر هذه الحكومات العلمانية الحكومات العلمانية المتسلطة على رقاب الناس في أكثر من بلد عربي وأسلامي بتحاول تستخدم الانتخابات كوسيلة لإطالة عمرها أما هم يتلاعبون بالأمور وفي قمزاجه محسين كمثال لما شاف انه الاسلاميين بيفوزوا في الانتخابات طلع ببدعة الصوت الواحد اللي اقترحتها عليه وقتها أمريكا أمريكا اقترحت عليه فكرة الصوت الواحد ومع ذلك مع ذلك بيحاول التف بطريقة أو بأخرى وآخرها آخرها قانون الصحافة الجديد اللي يبدو يكمم أفواه الناس بحيث ما تستطيع أن تكتب لا عن الملك ولا عن الوزراء ولا عن المخابرات ولا عن فساد الدولة وإيش بتعمل ولا عن البيع الأراضي في الأردن لإسرائيل بفصل القوانين زي ما بدهم ولذلك في الجزائر على فكرة مش راح يختلف شيء بل بالعكس راح تزيد الأعمال العسكرية عنف بعد الانتخابات مش راح تحل هذه الانتخابات إشيء إطلاقا مش بس مش راح تحل راح تكون سبب لزيادة الأعمال العسكرية ومنها مثلا جبهة الإنقاذ من زمان ما أعلنتش عن عملية عسكرية جبهة الإنقاذ اليوم أعلنت عن عملية عسكرية انه نفذت عشية الانتخابات وقتلت مجموعة من الجنود واستشهد منهم ثلاثة واضح فاذا هذه لعبة الانتخابات بفصلوها على قدهم بس ثم التزوير انتو سمعتوا الان انه التزوير على قدم وساك كان في الجزائر لذلك مش راح يكون لهذه الانتخابات قيمة لاحظت امريكا انا لفت انتباهي في تعقيب امريكا على انتخابات الجزائر شو قالت قال حيت الشعب الجزائري على شجعته خصوصا النساء قال خصوصا النساء طب ما هن النساء هن اللي انتخبن جبهة الانقاض ما اني في الجزائر طول عمر هن بانتخبن النسوان ولما النساء ادلين باصواتهم انتخبن جبهة الانقاض الاسلامية وهل قد بتحييهن امريكا ليش شو بيحاولوا يدخلوا عن طريق المرأة يعني بدهم يعمل بتصوروا هم انه نسواننا راح يصيرين داعرات مثل كثير من الامريكيات شي هي المرأة الامريكية ليش شي هي المرأة لا يكون المرأة الامريكية بتعرف اه اشي اسمه عفة لا يكون المرأة الامريكية بتخنش جوزها بدهم نسواننا يصبحين داعرات مثل الغربيات اللي انتو بتعرفوا انه العفة عند الغربيات ما ندر نساءنا مش راح يكون داعرات كالنساء الامريكيات لما بديجي امريكا تقول نحيي الجزائريات اللي انه نتحدين قالوا راح ننتخبين ها طب بالعكس الجزائريات والجزائريين اذا منتخبوا بحرية هم منتخبوا جبهة الانقاذ الاسلامية واللي بيحصل الان في الجزائر هو مؤامرة تدور بين الحكومة وامريكا وفرنسا افكرة في صراع برضو بين فرنسا وامريكا في داخل الجزائر على اي حق باختصار ما اظن ما اظن انه يتغير شيء في الجزائر الا زيادة الاعمال العسكرية بعد هذه الانتخابات هذولا جماعة جواسيس مش ممكن نزلوا عن السلطة الا بالقوة سواء كان في الاردن سواء كان في الجزائر سواء كان في تونس سواء كان في مصر جواسيس ما بتسقط عن السلطة بسهولة وبتلولوا بتلولوا وبحاولوا يخدعونا بشكليات بحاولوا يخدعونا بشكليات شواء ها لانه في اسئلة كثير تكررت هارون بالنسبة للي سأل سؤال قولوا يا ابن ام هارون كان اخو موسى من امه هارون عليه السلام كان اخو موسى عليه السلام من امه طيب قلنا الاسئلة اللي وما بصيرش فعلا نمررها بدون حدي عن حرب حزيران قضية حرب حزيران قضية طويلة ولكن خلينا ابتدعا نمسك مصر بعدين شوية الاردن وبعدين شوية سوريا بالنسبة لحرب حزيران اولا لعلمكم انه العسكر في مصر في هيئة هيئة العمليات الحربية هيئة العمليات الحربية في مصر سنة الف وتسعمية وستة وستين قدمت دراسة للحكومة المصرية بتقولها اياكم انكم تتورطوا بحرب من هون لسنين هيئة العمليات الحربية في مصر سنة الستة وستين عملت دراسة على القوى الاسرائيلية والقوى المصرية وقدمت نصيحة للحكومة المصرية بتقولهم اياكم انكم تخوضوا حرب لمدة سنين مع اسرائيل طيب الغريب انه بعد اقل من سنة بعد اقل من سنة بنجد الحكومة المصرية بتسحب بتعمر قوات الرقابة الدولية في سينا ما هو كان في في سينا قوات دولية بتحجز بين اليهود والمصريين امارت الحكومة المصرية هذه القوات بالانسحاب اي اول اول نقطة خطيرة ليش؟ معناته مقبلين على حرب العسكر مش مستوعبين احنا مقدمين للحكومة المصرية اياكم تتورطوا في حرب رئيس مصر في وقتها شو كان يقول اسرائيل لن تخوض حرب العسكريين يقولوا ايش هذا؟ هذي مقامرة نلعب اقمار احنا؟ احنا منقول ما نخدش حرب منقول ما نسحب القوات الدولية من سينا ومنقول انه مش ممكن اسرائيل تحارب بعدين اتطورت المسألة فاغلقت مضائق تيران عارفين شو يعني اغلقت مضائق تيران في شرم الشيخ؟ معناته الان ميناء العقبة او ايلات اللي بسمه ايلات اغلق على اسرائيل وهذا طبعا دوليا بحق لاسرائيل ان تعلن حرب ورئيس الحكومة المصرية شو بقول او رئيس الجمهورية شو بقول لن العسكر مش فاهمين طب لنا عشرات الالوف من الجيوش من الجيش المصري المحترف عشرات الالوف من الجيش المصري المحترف موجودين في اليمن وحتى لو بدنا نخوض حرب منسترجع جنودنا المحترفين من اليمن ومنجيبهم ومنهيئنا الحرب الجيش المصري المحترف في القتال موجود في اليمن ومنتورط في مثل هيك خطوات ويأتي رئيس الجمهورية ويقول لن تخوض اسرائيل حرب ايه? وبتغلق مضاء اكتيران? اغلاق مضاء اكتيران يعني اصبح الات ما له قيمة. العسكر كما قلت استغربوا هذا الكلام واعتبروا هذه مقامرة واشي مش مفهوم لانه نصائح العسكر لا. لا. طيب لاحظوا قان. وقالوا لهم بعدين قالوا لهم حتى لابدكم تخوضوا حرب. ما تغلقوش مضاء اكتيران. لانه بعد ما تكون الجبهة متين وخمسين كيلو. بتصفي خمسمائة كيلو بدو ينتشر الجيش. وفعلا نقل الجيش المحترف الجيش المصر المحترف نقل الى منطقة شرم الشيخ وعمل خط الدفاع الاول فوضعوا فيه احتياط. جيش مصر احتياط لا يعرف المنطقة ومش محترف. لذلك من اول ضربة روح. شو هذا? شو هذا? بتنقل بتنقل الجيش المحترف من 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 الخطوط العمامية بتجيب محل احتياط وبتغلق مضاء اكتيران وبتودي المحترفين عمضاء اكتيران والجيش المحترف موجود في اليمن كمان. وبدك تقاتل بالاحتياط تقاتل اسرائيل. ومقدمين لك العسكر من اول بيكون لك اياك تخذ حرب. الطيارين شو قالوا? الطيارين قالوا للحكومة شو فيه? اذا كان بدكم في حرب خلينا احنا نضرب اول. ما نستنى الضربة. برضو برضو قل قل لهم رئيس الجمهورية اسرائيل لن تحارب. ولعلمكم لما ضربت اسرائيل في صباح خمسة ستة تلتمية واربع طائرات دمروا وهن قعدات في المطارات. تلتمية واربع طائرات. اتدمرين على الارض. خمسة وثمانين في المية من سلاح الجو. اتدمر هو قاعد. مع انه الطيارين المصريين كانين قايلين لك نصيحة ازا كان لابد خلينا احنا نسبق بالضرب. اما المخابرات المصرية اللي كانت الطارد وراء الاسلاميين على فكرة في الستة وستين اعدموا اسلاميين وفي الستة وستين في ليلة واحدة سبعتاشر الف اسلام يعتقلوا في ليلة واحدة. سبعتاشر الف في ليلة واحدة. في الوقت اللي المخابرات المصرية مشغولة في مطاردة الاسلاميين في مصر لما اعطت الحكومة المصرية عن موازين القوى قالوا له اعطوهم تقارير كاذبة عن موازين القوى بين اسرائيل ومصر ولما اجبتم اعطوهم تقارير عن الطائرات الاسرائيلية شو قالوا لهم قالوا لهم مدى الطائرات المصرية لا تصل الى الضفة الغربية من القنال يعني لما بدأ تيجي من النقب لحد ما ما عندهاش قدرة الطائرات الاسرائيلية تضرب في الضفة الغربية من القنال وطبعا كله هذا كلام طلع كذب مخابرات شوفوا العسكريين كانوا صادقين الطيارين صادقين المخابرات المصرية اعطت غير شكل وبالتالي الان هذه مسألة طويلة عريضة نخوض في السبعة وستين وشو قصتها? اما حسين فكان مختلف مع عبد الناصر اختلاف طويل عريض عارفين شو عمل قبل السبعة وستين? ومش قالوا انه الضربة مفاجئة? قيادة الضفة الغربية قيادة الضفة الغربية كانت في في بيت ايل هنا قيادة الضفة في بيت ايل اللي اتخذتها اسرائيل برضو قيادة الضفة الغربية في بيت ايل سحبوا عيالهم وسحبوا مواشيهم ولعلمكم كانت تيجي عشرات الالوف بالمئات احيانا من الاغنام والجمال ترعى في الشمال توكل زرع الناس توكل زرع الناس مرات قبل ما يكونوا الناس حاصدين ينزلوا غنماتهم عكف الفايز والجماعة هذولا ينزلوا غنماتهم ويوكلوا يوكلوا آآ مزرعات الناس في الشمال وكنت تجد تجد الا الاجمال بالمئات والآلات والغنم كذلك سحبوا الغنم وسحبوا الجمال قبل لانه في شهر ستة مش اول ستة مش وقتها تسحب اجمالك والغنمات. اه? وهن عائلاتهم رحلت. ولكم انتم عارفين معناته في حرب? عارفين في حرب? ورحلوا العائلات وجابوا جابوا المتطوعين حطوهم في الخط الامامي. متطوعين يعني بتقنوش اشي. قالوا صاروا يقولوا للناس اللي بدوا يتطوع وراح تتسجل هالناس. تتسجل هالناس مشان تطوع قال بقيادة احسين. ماشي? الان واضح المؤامرة تم سحب برضو القوات من الضفة الغربية. وشواهد انه خيانة كثيرة جدا. والناس هون في رمالة وهم يسمعوا صوت المدفعية الاردنية تقصف تقصف القدسي الغربية وقصف قصف قصف قصف. لما خلصت المعركة وراحوا الناس تفرجوا. فيش اشي مهدم. فيش اشي مهدم في 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 الكدس الغربية. اللي مهدم بس بس اللي مهدم اللي تهدم في الثمانية واربعين. اما سوريا او قبل سوريا بشوي. شوفوا. مش بالفور اعطى وعده سنة الف تسعمية وسبعتاش. مش بالفور اعطى وعده الف وتسعمية وسبعتاش. الف وتسعمية وطمانتاش. فيصل اللي هو اخو عبد الله يعني اخو السيد والاحسين. اعطى وعد لاسرائيل باليهود لوطن قومي في فلسطين. وعد بالفور سنت السبعتاش? انتم بس بتلوموا بالفور ها? البريطاني. سنت الف وتسعمية وطمانتاش. نص دس وعد فيصل اللي هو اخو عبد الله. عبد الله سيد الملك. عبد الله سيد الملك. مش وقتها. هذه طعم في الاعراض. سيد حسين اخوه مين? فيصل. فيصل هذا اعطى وكان وقتها الحسين بن علي موجود. اعطى وعد بوطن قومي لليهود في فلسطين. ولذلك بتلاحظوا سنة ثمانية واربعين لما اجتمعوا في غزة الفلسطينيين سنة ثمانية واربعين في اخر الثمانية واربعين شهر اطنار لما اجتمعوا في غزة الفلسطينيين واعلنوا قيام حكومة فلسطينية حكومة عموم فلسطين بتكون غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الدول العربية اللي كانت وقتها داخل جامعة الدول العربية لانه كثير دول عربية ما كانتش مستقلة وقتها الدول اللي كانت قال مستقلة قال مستقلة هو انه دولة عربية مستقلة لحد الان يعني تقريبا المستقلة من الدول العربية اعترفت اعترفت بحكومة عموم فلسطين واصبحت حكومة عموم فلسطين عضو في جامعة الدول العربية عارفين انو اللي رفض عبدالله في الاردن وفيصل في العراق رفضوا يعترفوا بها الدولة ومش بس هيك وعبدالله ابقى جيوشه هون ابقى جيوشه هون وطرد من الجامعة العربية لمدة سنة او سنتين اذا بذكر مني مش يعني كنت وقتها انا طرد سنة او سنتين طرد من الجامعة الدول العربية نتيجة ضمه للضفة الغربية بالقوة ضم الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس عاصمتها القدس وطرد من الجامعة العربية لمدة سنتين عبدالله ابين ما الامور خلاص صارت امر واقع وبعدين اجح في يده ووضح انه كان المقصود انه يحافظ عبدالله على الضفة الغربية حتى يتم تسليمها لاسرائيل وفيه هناك شواهد كثيرة من ضمنها بعض الضباط الشرطة بقول اجو يوم علينا عبدالله شو بقول لنا يا يا ولادي هذه البلاد مش لنا افهموا هاي البلاد مش لنا هذا باقتض مين الضفة الغربية اكبر المشاكل بتواجه الناس في الضفة الشرقية على فكرة انه اليهود قاعدين بشتروا بالالاف يعني صارت الان قضية الضفة الشرقية زي قضية فلسطين في العشرينات والثلاثينات الآن بيعانوا من انه اليهود قاعدين بشتروا بحماية حسين ليش حسين الان حريص انهم اليهود يشتروا في الضفة الشرقية قال قال وبتقول الجرائد انه سلم اسماء سماسرة للسلطة مسلم حسين للسلطة اسماء سماسرة باعوا لليهود طيب ما انت انت اللي بتبع? انتبهتوا الاسليب? مش قررتوا في الجريدة? كم سمصار مسلم اسماءهم? تلتمية? ثلاثين ولا ثلاثمية? ثلاثمية. ثلاثمية وعشرة. مسلم حسين قال اسماء ثلاثمية وعشر سماسرة للسلطة. طب انت بدل ما تسلم للسلطة ليش بتبيع اليهود في الشرق الاردن قاعد? ليش اصدرت قانون بالقوة في البرلمان انه اليهود بحق لهم يشتروا? طب ليش? بدك تعمل سلام بالدفتر بدك تعمل سلام مع اسرائيل. يفهمنا. كثير دول بينها سلام? كثير دول عافية بتقبلش? اي واحد بيحملش جنسيتها انه يتملك في ارضها? ما له علاقة بالسلام هذا الوضع? ليش هو باطح? حتى اخذ قرار من البرلمان الخائن? انه يشتروا اليهود في الضفة الشرقية لهم الحق. يتملكوا ها? الفلسطيني مالوش حق. ها? الغزاوي مالوش حق يشتري. في الضفة الشرقية. اليهودي له حق. بسلم اسماء بسلم اسماء السماء السرقة. اللي يبايعين هون. واكلكم هو كله هذا كلام غير صحيح بشكل عام. اه كله هذا لعب بيوز بيوز. مشان يقولوا بعدين انه اه والله يا عمي والله اليهود مشتريين. وانا اللي هذه النغم اللي بسمعها من الناس. مش صحيح. اليهود مش مستنيين يشتروا. هم لما طردوا طردوا الناس من فلسطين لا يكون باقيين مشتريينها. ما هم اليهود اصلا مع كل ما اشتروه وكل ما ساعدتهم عليه بريطانيا ما زدتش نسبة الاراضي اللي اللي الهم سنت الثمانية واربعين على ستة في المية. ستة في المية فقط مع كل الاحتيال. كل الاحتيال واللف والدوران وساعدتهم بريطانيا ما كانتش اليهود الوكالة اليهودية مشترية اكثر من ستة في المية من عرض فلسطين عبر عشرات السنين. ابتداء من قبل الف وتسعمية الف ثمانية واثنين وثمانين. من قبل الف ثمانية واثنين وثمانين لحد الف تسعمية ثمانية واربعين. ما كانوش يمتلكوا اكثر من ستة في المية. والان اللي بيضخموا المسألة اليهود اذا بيشتروا دولهم قاعدين بصادروا خمسمية. وبصادروا حولوا ما يحاولوش الناس يوهمونا انه اليهود مشتريين. وبعدين العلمكم اصلا حتى بالقانون الدولي لما بتكون لما بتكون الاراضي محتلة البيع باطل. ليش يقال انه اليهود اه والله مشتريين. مشتريين ايش? كل هذا البيع اصلا في حد ذاته. قانونيا اذا بدنا نقول قانون دولي بالقانون الاردني اصلا باطل البيع. ارض معتلة. ارض معتلة. لكن احسان الان بدو يعمل غطاء. ويجعل اشياء لها قانونية وعن طريق برلمان خائن. وهم لازم ياخذوا اسماء. لازم تنعرف اسماء اللي في البرلمان وصوتوا على هذا القانون. هؤلاء الخوانا. لازم نعرفوا للشعب. انا مستغرب. ليش مش موزعة اسماء اعضاء البرلمان الاردني اللي صوتوا على هذا القانون بالايجاب حتى الشعب يعرفهم مين هم هدول الخوانا اللي باعوا بدهم يبيعوا كمان الضفة الشرقية. مين اللي بدهم يبيعوا الضفة الشرقية? شو اسماء هم هدول اللي اللي صوتوا? لصالح قانون بيع الارض لليهود. تعرفوا ليش وقتها سلم الضفة الشرقية والغربية? والخطورة? انا اللي خايف انه الان بيشتغل على الضفة الشرقية. ونكتشف بعد عشرة وخمستاشر سنة وعشرين سنة انه ما عادتش القضية قضية فلسطين صارت قضية شرق الاردن وموازين القوة اذا بتهضلها لصالح اسرائيل بكرة بتقول اسرائيل يا عمي هاي اراضية والقانون الاسرائيلي قال بيقول انه اي ارض بمتلكها يهودي يجب ان تكون تحت السيادة اليهودية. انه يصير في عقيدة الناس من الان مفيش مجال لحل سلمي مع اليهود. لازم الناس تفكر بالطريقة ثانية. وإلا تحت اشي اسمه سلام ما بتشوفه إلا بتلعتكم. اسرائيل ومش رح تكتفي بالضفة الغربية ولا غيرها. فيش لا حل واحد. والحل الواحد اذا كان هذا اذا كان هذا الحل بيكون في ضمير الامة وتتربى الناس عليه. ثكوا تماما اسرائيل لن تبقى. اخطر شي في السلام انه اسرائيل تقفز في تقفز خارج. لما ما كانش في سلام كانت اسرائيل محاصرة. بس الان عيوننا الان وقلوبنا صارت على شرق الاردن. شفتوا السلام محلى? للي كانوا زينولكم السلام. شفتوا السلام محلى? بدل ما كان همنة اراضي محتلة هون صار همنة الان شرق الاردن. بكرة بصير همنة اراضي مكة والمدينة وهمنا العراق. طالما هالجواسيس موجودة. طالما الجواسيس موجودة وبتلعبوا في الناس. على كل انهو ثراع. لابد من توعية الامة. وفي النهاية شفوا برضو ما تكونوش يا سين. خليني اعطيكم فكرة. في سوريا برضو الجيش السوري لم يكن مستعب. ونتيجة عدم استعداد قال الجيش السوري افضل فرك العسكرية اللي كانت في الجولان تم سحبها ولم تقاتل حفظا لها. يعني زي ما صار مع الشيشان بالضبط. طيب الشيشان اللي عدد سكانها قد تضف الغربية. الشيشان اللي عدد سكانها قد تضف الغربية او اكثر شوي. بشيك? هدول الناس قاتلتهم دولة عظمة. دولة عظمة. وشوفوا اكم مرة قديش قعدت? قديش قعدت لا قدرت تدخل العاصمة? واكم مرة طلعت من العاصمة ودخلتها? وكم مرة طلعت من العاصمة ودخلتها? والان والان لهم حاكم مستقل تقريبا. احلى جيوش عربية كانت متبجحة قال خلال ساعات بتكون مروحة. خلال ساعات بتكون مروحة كلها. على الجبهات كلها. شو هالصدفة هاي? طب ولا خليكم زي الشيشان وروسيا يعني موازين القوة. خليكم موازين القوة زي الشيشان. طب طيب ممتاز. قدموا دماء. اعطونا كشف القتلى. مش ان نشوف قديش يعني دفعتوا عنها البلاد. احنا بنسمع في معارك. ما شاء الله عنها العراق وهي تقاتل ايران. وهي تقاتل ايران في معركة واحدة كنت تسمع عشرة وعشرين وثلاثين واربعين وخمسين الف قتل. اللي انقتلوا في مصر ماتوا اكثرهم في الصحراء وهم هاربين. لا 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 انا بديهم صامضين. مش اللي انقتلوا وهم هاربين. وهم صامضين قديش. لا ايش هذه الجيوش? هذه الجيوش فقط موجودة لقمع الشعوب. لأنهم جواسيس. وما لم نرسخ في اذهان الناس ان هذول جواسيس من ظلنا نخدع. من ظلنا نخدع. ومن ظلنا نخدع. وخديعة وكمان وراء خديعة. مصر قال كانوا متأكدين انها بتهاجمش. اسرائيل. ولما دخلنا الكويت قال يعني السفيرة الامريكية قالت بهمش تدخله. شو مو هذا? هو هو من ظل كمان نخدع بها الطريقة. والمهم السذج اللي بيظلهم دايما يبرروا. يبرروا للقيادات. طب ما هي قيادات ما اختارتها الامة. ومتصلت على لقاب الامة. وشبهات الجاسوسية قوية. ومندافع عنهم ليش? مندافع عنهم ليش? طيب شوفوا. قبل السبعة وستين مصر كانت تذبح الاسلاميين. واعدامات في الستة وستين كانت قمة الليلة. وفي الليلة واحدة سبعتاشر الف. هذا انا سامعها وانا صغير على لسان رئيس الدولة. بيقول اعتقلت الليلة السبعتاشر الف. والشعوب تصفق. والشعوب تصفق. كانوا يتصلتوا على ركابنا باسم تحرير فلسطين. يتصلتوا على ركابنا لانه في حرب مع اسرائيل جاي. عارفين اليوم بتصلتوا على ركابنا ايش? باسم السلام. في الاول بتصلتوا على ركابنا لانهم امد هم احرروا فلسطين. واستنوا شوية بينما نكوى والجماعة بمرنوا عضلاتهم وما بصرش حدا يكون ضد هم الدكتاتورية لازم تكون هين مشان يحرره. فكانوا الدكتاتوريات مبررها ايه? التحرير. والحرب. هل قتل الدكتاتوريات شو مبررها? السلام. ضد اعداء السلام. لازم يقمعوا الشعوب لانها بدهاش سلام. هناك لازم يقمعوا الشعوب مشان مشان نعرف نعارف. كأنه اللي بيقمع شعبه بيعرف يحارب. اللي بيقمع شعبه كأنه بيعرف يحارب. والان في السلام برضو. ايه السلام بيقمعوا الشعوب باسم السلام? جواسيس. هذه اللي لازم تنعارف والناس تحسب حسابات على هذا الاساس. انا متأكد من الخلاص. انا شخصيا متأكد من الخلاص. وهذه وهذه الجواسيس امارات الخلاص. لكن الله سبحانه وتعليه يبتليكم حتى تعرفوا الحق. شو هو الحق? اما الخلاص قادم هذا متأكد منه. بس برضو ما يكونش الناس اغبية. ويفهموا الحقيقة. الان اعطيكم برضو مش بمصر. خدوا سوريا. مجلة جيش الشعب. شوفوا هالاسماء. مجلة جيش الشعب. هو جيش مين? جيش الشعب. هو جيش للشعب بس يعني. اه? السورية عارفين شو نشرت تقول في بعض اه في بعض اه صفحاتها? خالت انه الله الله مات الله مات واصبح في المتحف. الله مية محطوط في المتحف انتهى. وانه الاشتراكية العلمية هي اللي بتتحرر. واللي بتتختيج على الناس تقدموا. وا 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 وا. هذا قبل سبعة وستين بشوي. بمنوا الناس بايش? بالتحرير. وبمستقبل واعد. ها? مات الله وحطوه في المتحف. التاسحين. وفي اول انصاصة. في اول انصاصة طلعوا حدا ما فيه حدا في الجولان. شفتوا الكلاب? في اول انصاصة فيش حدا في الجولان. تتمجحوا على الله والكم. والكم دبروا حالكم مع البشر بعدين من يجي على قضية الله. تعرفوا لو انتصروا هذول الناس? هذول لو انتصروا شو بيعملوا في البشر? شو بيعملوا? بيعود فرعون واكثر من فرعون. اذا كانوا هم منهزمين في سوريا. وفي الاردن. وفي مصر. وهم منهزمين. وابطال هزائم. والله اكبر ما خده. بتسمع. وفراعنا وما شاء الله. هذول كيف لو انتصروا هذول? انا الاسلام ابادة. ونفوه من الارض. لو انتصروا. لان هم اصلا جواسيس جايين لهالشغلة. وجودهم استمراروا من اجل هذا. طيب شوفوا الان. عمركم سمعتوا بمجلة الازهر? هذه المجلة الازهر مش 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 مجلة دينية? مجلة دينية. وفي الزنمانات لما قامت وحدة بين ثلاثية بين مصر وهذا سبق كنت لكم يا اظنة. في مصر بين مصر معطن مصر والعراك وسوريا. الوحدة الثلاثية اي سنة يا اختيارية? لا 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 مش بين سوريا ومصر. هذه فرطة الثمانية وخمسة. فين شو كانت افتتاحية مجلة الازهر الدينية? شوفوا شو كتب واحد اسمه شخصية مشهورة كانت في حينها. اسمه احمد حسن الزياد. شخصية مشهورة في مصر. عارفين شو قال? هذه الوحدة. اللي قامت الوحدة الثلاثية. اقوى من الوحدة التي انشأها محمد. ليش? شوفوا مجلة دينية كمان. مجلة دينية الازهر. اللي بعدها بتصدر هاي. ها? احمد حسن الزياد. قال اقوى من الوحدة التي انشأها محمد. ليش? قال. لان الوحدة اللي انشأها محمد وحدة عقائدية. وعقائد الناس بتختلف. اما هاي وحدة مصالح. اشتراكية. وحدة مصالح. وحدة بطون. ها? طيب. قال وهي اقوى واخلد من الوحدة التي انشأها صلاح الدين. ليه? قال انه صلاح الدين وحدته عسكرية كانت. عسكرية. هاي وحدة مصالح. طيب انطبع العدد. انطبع العدد في مصر. وبدو يروح في الطيارة. على وين? على العراق وسوريا. قبل ما يوصل المطار اظنني كانت فارطة الوحدة. دورت على العدد الثاني خصيصا. بعدين يعني. في الثمانينات. دورت على العدد اللي بعده. بده شوف. وحدة بتدمش عدد? بده مش عدد مجلة? اللي اخلد من الوحدة اللي انشأها محمد? واخلد من وحدة صلاح الدين? امتن? واخلد? وبدو مش عدد واحد? بدو مش عدد واحد? شفتوا شو هم من اللي كانوا يخذونا? وليش موجودين? شفتوا ليش موجودين? طب ما لكم مال محمد صلاح الدين? صلى الله عليه وسلم? شو ما لكم مال محمد? كان ولك انت لو بدك خير شو بتقول? بتقول هذه الموحدة على خطى محمد. مشان الناس يعني? هذه الوحدة على خطى صلاح الدين. اما لا ما هم موجودين غير هيك. وفي من افراخهم في من افراخهم على فكرة موجودين لحد الان. من افراخهم فراخ احمد حسن الزيات وما شابه ذلك. موجودين لحد الان. وليازالوا بيحكموا هنا وهنا. فكرتوا في احتلال فلسطين. وسبق احتلها يعني قبلكم الصليبيين ونهزموا. نهزموا الصليبي. اه? وخرجوا منها. والصليبيين طبعا كانوا في حالة اه اه ما كانوش في مش اضعاف وقتها. كيف بتأمنوا المستقبل? قال بقول هون اخونا انه وقتها بن جوريون المجاوب قال لم يحتل الصليبيون مدينة ايلات. شو يعني? مدينة ايلات تجعلهم اه يصمضوا يعني في ال اه واذا سكرها واذا سكرتها مصر في التيران وشرم الشيخ. في المباح اذا سافر الانسان سفر مباح. مباح بتكون صلاة الجمعة بالنسبة له مش فريضة. اذا سافر الانسان سفر مباح بتكون اه صلاة الجمعة مش فريضة على المسافر. مباح. يعني مش سافر بجزء الناس مسافرين مشان يسركوا. هذا سفر حرام. مشيك? احنا ما نقول اذا كان الصفر مباح. فصلاة الجمعة وقتها لا تكون لا تكون مفروضة. هذه الوصية اللي اللي بفيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوصية من المدينة المناورة من الشيخ احمد. حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. الى اخره. هاي بذكر بذكر كنا نقراها واحنا صغار. بس زمان بقاش في تصوير كانوا يسخوها الناس. بقى تتكلف زمان اكثر. تنسخ ولا تنسخ. المهم. وطبعا في الاخير مشان يعني اذكياء اللي عاملينها. لحظوا. لها عشرين ثلاثين اربعين سنة او اكثر عفكرة. قايل ورقة بالدور. شو اللي بخليها الدور? على ما يبدو. اللي فيها اذا ما بتنسخها بصر لك وبصر لكش. انا طول عمري عفكرة وانا امزعها. وصحتي كانت كل مرة تتحسن. ابن باز مفتي السعودية بذكر قرأت له كتيب صغير كتيب حول هاي الوصية. يبدو انهم ادركوا انه هاي الوصية ممتدة يعني. خصوصا الناس بتخاف وقل لك وانا ما لي. انا بنسخ وبقيم عن ظهري. انا بنسخ وبقيم عن ظهري. ناسي انه بكون نسخ ايش? انه انه روج الباطل. احنا في الشريعة الاسلامية لا نقبل الكذب من اجل ترويج الحق. من اجل انك ترويج الحق تكذب لا يجو سرعا. ولذلك زمان القصاصين اللي كانوا يقعدوا في المجزاج يدوا يقصوا عن ناس. لما العلماء كانوا يقولون لهم انتم تكذبوا عن رسول الله. بتجيبوا قصص وتقولوا عن رسول الله. فمن جهلهم شو كانوا يقولوا? كانوا يقولوا احنا مش بنكذب عليه. احنا بنكذب له. بنكذب له. مش بنكذب عليه. الاسلام لا يحتاج الى كذب حتى ننشره بين الناس. فبالتالي لا يجوز شرعا تصويرها وتوزيعها. بل الواجب الشرعي تمزيقها. الان ابن باز اصدر فيها كتيب ابن باز اصدر فيها كتيب بيقول فيها من ضمن طبعا بيحرم تداولها وبحرم كتابتها او نشرها وبقول انه اصلا ما فيش واحد كان اسمه الشيخ احمد موجود في الحرم المكي وحامل المفاتيح ما فيش يعني من اصله واللي بتكلم ابن البلد ماشي يعني نظروا قالوا منها الشيخ احمد هذا اللي عنا اللي اللي شايف الرسول حامل مفاتيح الكعبة هاتوا هاتوا استجلات فيش يا احمد? اثرته ما فيش. واضح? فما فيش بجوزش اطلاقا انه اه اه نتداول هذه المسألة. طيب الماسونية والروتري سبق قلنا لكم انه الماسونية باختصار عبارة عن تنظيمات سرية صهيونية في حقيقتها تقصد ان تكون اسرائيل اه توجد اسرائيل ويبنى الهيكل وان يصبح هناك سيطرة يهودية على العالم. الماسونية هاي. الها واجهات من ضمن هذه الواجهات الروتري. ولا ينزل. نوادي الروتري. طيب ليش الحديث عن نوادي الروتري الان? يا محترمين بدأ في رمالله ينوجد نادي الروتري. وبوجه دعوات بكل وقاحة. بدعوا الناس. الان في اعضاء ممكن يكونوا مش عارفين شو الطبخة. وبيعرفوش ايش الروتري. الغريب انه اسرائيل اللي هم يحتل لثلاثين سنة عندنا. شمعنا? شمعنا الان ردت رجعتنا الروتري. يبدو في المكان اللي اليهود فيه يكونوا موجودين. كنه ما فيش دعي الروتري. ولا لا ينز. لانه موجودين. لكن في المحل اللي هم مش موجودين فيه كسلطة اليهود بتبدأ هذه الواجهات مثل الماسونية واللي من واجهتها الروتري والليونز والان موجود في رمال الله على فكرة الروتري. وانا بحب انه بعض الاخوان اللي بيكون عندهم علم باجتماعات الروتري وازداراتهم يبقوا زودون بهذه المسائل مشان نعرف الناس. على كلين. بتعطيكم فكرة عن الروتري. اولا الماسونية هي عدوة ابتداء كانت للمسيحية. ثم للاسلام. لانه ابتداء عن الماسونية عدوة للمسيحية. ولذلك الف وتسعمية وخمسين الفاتيكان الفاتيكان الف وتسعمية وخمسين اصدر اصدر فتوى اذا بصحة تعبيرها فتوى بتحريم الروتري نوادي الروتري والفاتيكان هاجمها. لانه الفاتيكان بيعرف على فكرة في ايطاليا الماسونية تعتبر جريمة. في ايطاليا الكاثوليكية الماسونية بتعتبر جريمة. لانه اكثر من يدعم الماسونية هي هم البروتستانت. البروتستانت الصهاينة. وسبق قلنا انه الصهيونية في منها صهيونية يهودية وصهيونية مسيحية. اما الكاثوليك والارثوذوكس فهم على نقيض الماسونية. لانه اصلا الماسونية موجودة كانت لاجتثاث المسيحية. لاجتثاث المسيحية ابتداءا. فلذلك في بلد زي ايطاليا بيعتبر المسانونية جريمة. وسنة الفتعمائة وخمسين الفاتيكان اصدر ضد الروتري بالذات نوادي الروتري اصدر فتاوى الفاتيكان ضد الروتري. اما في بلادنا هنا في فتاوى صدرت من علماء بتحريم الانتماء وكشف حقيقة هذه النوادي الروتري واللايونز وموجود عندنا الان في رمال الله روتري. من اللي افته الشيخ الشيخ الشعراوي بحرمتها والاستاذ القوضاوي والشيخ محمد الغزالي اثتوا بحرمة الانتماء لهذه النوادي. اما المجامع الفقهية الاسلامية فسنة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين سنة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين مجمع فقه اجتمع في مكة اصدر فتوى بحق الماسونية والنوادي اللي ابتنبثك عنها. وكان من ضمن الفتوى قضيتين بالفتوى الانتباه. انه اعتبرت الماسونية اخطر دعوة هدامة موجودة. هذا في في قرار المجمع الفقهي المنعقد بمكة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين. انه الماسونية اخطر دعوة هدامة موجودة. الماسونية. اثنين? قالوا قالوا قال قال قالت الفتوى فتوى المجمع بكفر بكفر كل من ينتمي الى الماسونية طبعا او ما ينبثك عنها زي النوادي بكفر من ينتمي الى الماسونية وهو يعلم حقيقتها. بكفر من ينتمي الى الماسونية وهو يعلم حقيقتها. وبالتالي اللي يعرف الناس اللي الان بيسألوا عن الروتري. الروتري كواجهة للماسونية معناته يحكم بكفر من ينتمي اليها اذا كان بيعرف حقيقتها. يعني بعد ما يتنور بحقيقة هذه التنظيمات اليهودية. الان هذه التنظيمات على فكرة لاول واهلة بتبدو للناس بانها خير. قال وبتفرقش بين الاديانة. وبعدين ايش? الدعوة للتسامح. انتم عارفين بتكتشفوا في النهاية تسامح ايش? يا شعب فلسطيني لازم تكون متامح مع اليهود. يعني شو متسامحين مع اليهود? يعني اليهود يوكلوا البلاد ويتطهدوا العباد شو احنا واجبنا? التسامح. طبعا مش هم شعب الله المختار? مش هو احنا الله خالقنا عندهم مشان نخدمهم? مش هم اللي قالوا في التلمود خلق الله غير الناس. غير الناس مين يعني? يعني غير اليهود. في التلمود عندهم. اكثر بكتاب مقدس. مقدس اكتر من التوراة. خلق الله غير الناس. على صورة الناس. يعني منشبه اليهود احنا? قال لتسهل الخدمة. لتسهل الخدمة. فآه لما يجوا ايش معنا اليوم الكلام على قضية تسامح مع اليهود? واللقاعات عرب يهود? ليش يا اخوة اخذنا حقوقنا نحن? ارتفع ارتفع اضطهاد اضطهاد اليهود الا? ليش مين بيجيب بيرس ونتنياهو? مين اللي جاب رابين? وشامير? غير الشعب اليهودي? واضح من الانتخابات انه الشعب اليهودي يريد ان يستمر في طغيانه. كل دول العالم ممكن تقول انت الشعوب. الشعوب مسكينة والحكومات ضالة. لكن هذا بالذات هذا الشعب الضال. هذا الشعب الضال. الشعب اللص اللي بيعرف انه هو وين قاعد? وبالتالي مات يعني تصوروا تصوروا انهم بيختلش في بالهم انهم اضطهدوا شعوب اخرى هؤلاء الوقحين بيختلش في بالهم وانهم لا يزالوا يضطهدوا ما بيحاولوش يعتذروا عن جرائمهم ضد العرب وضد الفلسطينيين بيحاولوش يعتذروا ومش بس هيك وقاحتهم بيستمروا كمان باضطهاد الناس وقال لازم يصير تسامح مين اللي يتسامح يا اخوي طب ما يتفضلوا اليهود يعلمونا التسامح يتفضلوا هم يعلمونا التسامح يقولوا والله يا جماعة ظلمناكم احنا ومنكم السماع شو بتريدوا احنا جاهزين والعرب ضربكم كورة ما من يحل ما بقولوها اليهود من يحل ما بقولوها يحل كورامة الله اكبر هل الاحزاب في الاسلام حرام لا الاحزاب المحرمة في الاسلام اللي دساتيرها دساتيرها بتكون مخالفة للاسلام. اذا هل هو عفكرة ليش قاعدين فيه مناس بقولوا الاحزاب ومش احزاب عارفين ليش? اصلا الشعوب الشعوب لا قيمة لها الا Sol فيها ناس منظمين بتبنوا مصالحها لذلك غالبا اعداء لهم بضربوا ايش? بيضربوا الجماعات المنظمة. لمشان الشعب يظل اغنام? يعني بدهم بيضربوا قيادات الشعوب. هل قد في العالم كله. في العالم كله. بيعرف احزاب وتنظيمات. في بلد في العالم فيه احزاب? في العالم كله. في بلد في العالم ما فيه احزاب? شو مهمة الاحزاب في البلاد العالم المختلفة. مش مهمتها. انها ترعى مصالح شعوبها. مش هيك? الا انها بصير يقولوا لك. شو حكم الاحزام? يعني احنا لازم نصير غنم? ما فيش يعني ناس منظمة اللي تقوم وتوعي الناس. اه. فحكم الاسلام في الاحزاب على ضوء اهداف الاحزاب ومبادئها. فاذا مبادئ هذه الاحزاب مخالفة للاسلام فحكم الاسلام واضح فيها. اذا اهداف الاحزاب مخالفة للاسلام واضح. اذا وسائل الاحزاب مخالفة للاسلام برضو واضح. اذا كيف بنحكم على الحزب? عرضوا مبادئه واهدافه ووسائله. فاذا مبادئه اهدافه مخالفة للاسلام بيكون الاسلام برفضه. موافقة للاسلام ليش بده يرفضه? ناس منظمين وبقوموا بالواجب. انا مقابله للمهدي منطقة. وانك عارف اسمه. طيب. اواقق قبل طيب ماشي شوفوا. انا شخصيا من خلال دراستي لاحديث المهدي وتقصيتها ودرست عدة كتب في المهدي وحديث المهدي اللي اللي تقريبا بت اه بتيجي خمسين حديث فيها الصحيح وفيها الضعيف. فيها الصحيح وفيها الضعيف. اه انا عندي اعتقاد انه المهدي مطول. مطول. مش هذا وقت المهدي. المهدي يمثل قمة الصعود الاسلامي. يمثل قمة الصعود الاسلامي. ويأتي بعد موت خليفة. فالاسلام بزوال اسرائيل ما له علاقة بالمهدي. تزول اسرائيل. وتقوم خلافات. اسلامية. خليفة او اكثر حسب الموقع. بشيك? الان ولكن انا شخصيا اشعر انه المهدي مطول. لكن يتوج يتوج حكم الاسلام في العالم. انتو الان بتعيشوا في اعتقادي من خلال دراستي لاحاديث الرسول والسلام والقرآن الكريم. احنا بنعيش مرحلة النهوض في بناء حضارة اسلامية طويلة الامد. انتو الان عا فيكرة بتصعدوا مش ممكن تنزلوا. كل اللي بيفزدوا هذول الفئران اللي بتفسد في بلادنا. فئران هاي مش راح تأثر اطلاقا مش معناته ما نقاوم هاش. الواحد بيقاوم الفئران. صح. الواحد مطمئن انه انفار مش راح يعمل اشي. بس بتقدر تصبر انت عاوجود انفار. الا يعني غلس عليك. فالاسلام صاعد صاعد لا محالة. وستقوم كيانات اسلامية وستقوم خلافة بغض النظر عن الاسم. المهم الجوهر مش الاسم. اه? لكن كمة هذا الصعود المهدي. كمة الصعود. ويحل ويحل الاشكال مع الغرب. ويعجز على حل الاشكال مع الشرق. وتقترب القيامة. اذا هو من علامات القيامة في مهدي. ويحل الاشكال مع الغرب. ولكن في اخر زمانه بيعجز عن التعامل مع التحدي الجاي من الشرق. مشك? اه. منذ وجد الاسلام الى مجيء المهدي الشرق بيظلوا في الغالب هادئ بالنسبة للمسلمين. ولذلك التاتار لما هاجموا بلادنا ودمروا وقاموا وحطوا اسلموا في النهاية. اسلموا اقاموا الامبراطورية المغولية الاسلامية اللي استمرت قرون? اخرها لالف وسبعمائة وكزا. في الهند. ففيش اشكال اذا بتلاحظوا عبر تاريخنا من الشرق. معظم مع اهل الكتاب والغرب. المهدي بيحل الاشكال مع اهل الكتاب وبدخل روما. وبدخل روما. وعند يعني يبدو انه في اخر وفاة المهدي يعني بتوفى بيجي بيصير فيه التحديات اوقع اخر سنية حياته تبدأ التحديات من الشرق ثم تبدأ معالم القيامة. فالمهدي مش انما في ناس يبدو ما فيهموش عليه في شغلة ثانية ما لها علاقة بالمهدي. صاروا يقولوا انه المهدي. لانهم خلطوا بين تحرير فلسطين والمهدي. المهدي في زمنه بتكون فلسطيني محرر قبله. ولذلك عرى انه ما بيظهر المهدي حتى تتحرر فلسطين. ما بيظهر حتى تتحرر فلسطين. مش هو اللي بيحررها. اذا بدنا ندقق في الاحاديف. اه اه طيب الان الترابي بيقولوا انه الترابي اجاز زواج المسلمة من النصراني او اليهودي. الان بديش اقول ان الترابي اجاز ولا ما اجازش. اجمعت الامة منذ عرف الصحابة الى يومنا هذا انه لا يجوز لمسلمة ان تتزوج غير مسلم. فهذه بدهيات. فان اتصور قال هذا الترابي ولا ما قال هاش? هذا كلام اليوم اكتير صار في افتراءات في الصحف وبينسبوا كلام احيان مالوش معنى على اي حال? في اجماع. في اجماع. في اجماع منذ وجده اسلام. الى عصرنا هذا انه لا يجوز لمسلمة ان تتزوج من غير مسلم. ظاهر. اذا هو اسلم خلاص. لانه لعلمك كثير من المسلمين اللي بخطبه قاعدين بيننا. هو لو لك تهزه شوية بتلاقيه برضو مش مسلم. يوقفت على البريطاني? ليش ما شاء الله عنهم يعني كثير اللي متجوزين هذول يعني دينهم ما فيه منهم بسب الله كمان وبسبه كمان. يجوز لي ان ابيع ارض للنصارى شوفوا. هو اصلا انا ما ارى انه القضية قضية تتبيع لنصراني ولما تبعش. مش هذي القضية. فيش نص في القرآن او السنة بيع ارض لمجوسي او نصراني او هندوسي او بوذي. انما ما حصل في فلسطين انها حرب. حرب. وشراءهم للاراضي جزء من ايش? من حرب. فشراءهم في الاراضي جزء من حرب اصبح مشتري الاراضي يستحق القتل. اللي بيبيع الاراضي قصدي صار بيستحق القتل اللي بيبيع اليهود. ليش? لانها معركة. لانها معركة وجود. فتبيع ارضك صار. لكن طول عمرنا احنا من بيع النصارى في بلادناهم. وبيبيعونا ومن بيعهم. لانه احنا مش شاعرين انه في حرب. لكن اذا صار حرب. اذا صارت القضية قضية مصير بصير الحكم الشرعي هو هو. يعني القضية مش قضية يهودي ولا نصراني ولا بوذي. خصوصية الوضع اللي قائم الان في فلسطين شو هو? حرب. وانت بدك بيع العدو. من هنا بيع اللي بيبيع للعدو بيكون موالي لهم. ويستحل دمه. بشيك? لكن النصراني اذا كانوا النصراني في الدولة الاسلامية كان يكون موجود نصراني في الدولة الاسلامية. في الدولة العباسية والاموية. وكانوا يشتروا ويبيعوا. ليش الخلفاء بقولوا لا? كانوا يشتروا وبيعوا. طب انا بوريكم نصوص. نصوص عند المسلمين. بقولوا الله اكبر. صار الواحد في نا اذا بده يقضي حاجة ما الا الا يرضى عنه اليهودي الفلاني. يعني يمتلكوا كانوا وعقارات وبيوت وقصور. ما وجود الدولة الاسلامية. فيش اشكال طالما القضية طالما بنتمي للدولة وبيحمل تابعيتها ومخلص لها. لكن موضوعنا مع اليهودي موضوع عدو. فاقتلفت القضية. طيب قداش بقي ولا خلاص? ها? انتهى? طيب انتهى. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا المترجم